الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حيا على الصلاة حيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني كفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرسني ويرس من آلي عقوب واجعله رب رضيا يا زكريا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيا لن نجعل له من قبل سميا قال رب أن يكون لي غلاما وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هم علي هيد وقد قلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب جعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فقرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سفحوا بكرة وعشيا يا يحيا خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرموا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتفلت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكب بيا قال كذلك قال ربك هم علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المقض إلى جذع النقلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فنادها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النقلة تساكط عليك رطبا جنيا فقلي واشربي وقضي عينا فإما توين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمل قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أبت هارون ما كان أبوك وأسعوك وما كانت أمك بريا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب واجعلني نبيا واجعلني مباركا أينما كنت وأرصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبروا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم أولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاء من بينهم فويل للذين كفروا مما اشتد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذركم يوم الحسرة إذ قوي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرس الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله إله فاختبار صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهلك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أرابض أنت عن آلهتي يا إبراهيم لإن لم تنتهي لأرجمنك مهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفظ لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتذرهم وما تدعون من دون الله وأدعوا ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتذرهم وما يعبدون من دون الله وهبنا لهم إسحرق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا وبهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا ونرديناه من جانب الطول الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا لهم من رحمتنا أبواه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مخضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واحتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن قبروا سجدا وبكيا الله أكبر 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 وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جفيا ثم لننزعنهم كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عديا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونفروا الظالمين فيها جسيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقارا وأحسن نبيا وكم أهلتنا قبلهم من قرن وكم أهلتنا قبلهم من قرن هم أحسن أساسا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن متى حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف الجند ويزيد الله الذين اكتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابه وخير مرد أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال له تين مانا وولدا أطلع الويب أم انتقذ عند الرحمن عددا كلا سنكتب ما يقول ونمج له من العذاب متى ونرسهم ما يقول ويأتينا فردا والسفد من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويقولون عليهم ضدا ألم ترهنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعذ لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وفدا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عددا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إددا فكاد السماوات يتفضرن منه وتنشق الأرض وتخذ الجبال هددا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبلي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل ما في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عبدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن مددا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا طاها ما أنزلنا عليك الكرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدا فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوا وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوكأ عليها وأبش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقوها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تقف سنعيدها سيرتها الأولى واضم يذك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا القبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العفدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أكشدد به أذري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن قذفيه في التابوت فقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل فليلقه اليم بالساحل يأكذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحذن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك كتونا فلبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأكوك بآياتي ولا تنيا في ذكري إذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدا قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كدوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها منها خاركناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارية أخرى ولكذرنا وآياتنا كلها فكتبوا أبا قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسعرك يا موسى فلا نهات إنك بسعر مثله فاجعل بيننا وبينك معيد لا نخلفه نحن ولا أنت مكان سوى قال معيدكم يوم الزينة وأن يعشلنا سدوحا فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال الأم موسى ولكم لا تفطروا على الله كاذب فيسحتكم بعدها وقد خاب من افطرها فتنازعوا أمرا بنام وصر النجوة قالوا إن هادان إلى ساحران يريداني يريداني أن يخرجكم من أرضكم بسعرهما واذهب بطريقتي ثم المثلى فأجمع كيدك ثم تصفا وقد فلعلي ومن استعلا قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من القى قال قال بالقوم فإذا عبالهم وعسيهم يخيل إليهم سحرهم أنها تسعى فأجس في نفسه خيفة موسى كنا لا تخط إنك أنت العلام وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمتم له قبلنا ذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا أقطعنا أيديكم وأرجو لكم من خلاف ولا أصلي منكم في جدوع النخل ولا تعلمنا أينا أجد عذاب وأبقى قالوا لنثرك على ما جاء أنا من البينات والذي فترنا فاقضي ما أن تعقض إنما تكضي هذه الحياة الدنيا إننا آمنا إننا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايا أنا وما أكرتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من ياتي ربه مجرم فإن له شهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومياته مؤمن كدعم للصالحات فأولى إكلهم الدرجات العلا جنات عدن تجري تجري من تحتها لنهار وخالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولا كاد وحينا إلى موسى ألسي بعباده فاضرب لهم طريقا في البحر يا بس لا تخافوا تارك ولا تخشى فأتبعهم فرون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأذر فرون كومه وما هدا يا بني إسرائيل كتنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الدور لمنى ونزلنا ونزلنا عليكم من منه والسلوى كل من طيبات ما رسكناكم ولا تطعوا فيه فيا إلا عليكم وضبي ومن يعني العلي غضبي فاكدا ووق وإني لغفار لمن تاب وآمل وعمل وعمل صالحا ثم اهتدا وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هؤلاء على أثري وعجلت إليك ربي لترضي قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضله السابر فرجع موسى إلى قومه رضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطار عليكم العد أمرتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلصتم موعدي قالوا ما أخلصنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألق السامر فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضررا ولا نفعا ولقد قال لهم ها أكون من قبل يا قوم إنما فتنتم به إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تاخذ برحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبثتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلف وانظر إلى إلهك الذي ضلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليمن أسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد أتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتموا إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتموا إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوجلا وخشعت نصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن وأضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيرون وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا فلا يخاف ظلبا ولا أغما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم لعلهم يتقون أو يحرث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يطعطى إليك وحي وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقا إن لك ألا تجوع فيها ولا تعري وإنك لا تغمأ فيها ولا تضحي فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل لدلك على شجرة الخلد وملك لا يبدأ فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصا آدم ربه فغاوين ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما ياتينكم مني هدا فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقا ومن عرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشقتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك لجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وآبقا أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون ينشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات له لنهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل قلوع الشمس وقبل غروبها ومن آلاء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك تمضى ولا تمتنع إليك إلى ما متعنا به أزواجا منهم أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصباة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تاتهم بينة ما في الصحف لولا ولونا أهلكناهم بعذاب من قبله بعذاب من قبله لقالوا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزي قل كل متربصوا فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط الثوي ومن اهتدا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسر النجو الذين ظلموا أل هذا إلا بشر مثلهم أفتتون السحر وأنتم تبصرون قل ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أبغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا في ذكركم أفلا تعقلون وكم قصرنا من قرية كانت غارمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فكم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فعمدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزي جهنم كذلك نجزي الظالمين الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحدا الله الصمدا لم يهد ولم يهولد ولم يقل له كفوا أحدا قل أعوذ برب الفلق من شر ما فلق ومن شر واسق إذا وطب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاشد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الفناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر الله أكبر الله أكبر تقول لنا ومن شر ما رضيه وبارك لنا فيما أعطيه وقنا واصرف عنا شر ما قضيه إنك تقضي بالحق ولا يفضى عليك إنه لا يعز من عازيت ولا يذل منواليت سبارت ربنا وتعاليت فلك الحمد يا الله على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت بني علينا وأوليت اللهم يا واصلا فطعين أوصلنا إليك اللهم هبلنا من لذنك عملا صالحا يقربنا إليك اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وهو عنا وسجودنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فعفو عنا اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فعفو عنا اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أيد المسلمين بالنصر والتمكين وإعداد الدين وإعلائه على كل دين اللهم يا رب الأقصى والعذيق حذر الأقصى على رايات الإيمان وصيحة التكبير وتوحيد الاعتقاد اللهم أبرو لهذه الأمة أمر رشده يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويحكم به بشريعتك اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا اللهم انفر لجميع موت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك من رسالة وماتوا على ذلك اللهم انفر لهم وارحمهم وعافهم وعفو عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وباعد بينهم وبين فطاياهم كما ما عدت بين المشرق والموربة اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم ارحمنا إذا اشتدت السكرات وهوة القوة والقدرات وإذا الوحشة والوحدة وكونوا القسام اللهم ارحمنا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل مرء منهم يومئذ شد يونيه اللهم انفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعج الأكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ورسل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله